مين معنا تاني؟ أستاذ أحمد يتفضل يا موزي الأهلا سامو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته وحاج أحمد ياللي يتفصال عند حضرتك بعد إذنك تفضل يا سيدة بالنسبة للتسبيح حضرتك كان ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو مرة عد على زوجاته احدى زوجاته فكانت جمع شوية حصة بتسبع عليهم فراح المسجد ورجع فقال لها انت مزلت على ما سبتك لغاية ما طلعت ورجع فقالت له نعم يا رسول الله فقال لها طب والله أنا قلت أربع كلمات سبحان الله بحمد زينة عرشك سبحان الله بحمد رضا نفسك سبحان الله بحمد مداد كلماتك سبحان الله بحمد عدد خلقك في السماء والأرض هل معنى كده ان التسبيح بتاعنا اللي هو لو سبحت مئة مرة ده يفوقه؟ أقول لحضرتك أجاوبة لحضرتك أول حاجة لازم نعرف أن فيه حاجة اسمها تسبيح وفيه جوامع التسبيح من جوامع التسبيح هو ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم له يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يبين جلال هذه الكلمات فبيقول سبحان الله زينة عرشي ومدادة كلماتي هو يريد صلى الله عليه وسلم يبين أن إياكم تكون اعتقدكم في العدد خلوا اعتقدكم في المدد في مدد ربنا في عطاء ربنا سبحانه وتعالى هذه الكلمات يمكن أن تكون أجل من الأرقام اللي هي المئة والألف نعم ولكن ليس معنا كده أن احنا ما نسبحش بالمئة وبالألف ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة وفي روايات أكثر من مئة مرة من الاستغفار يبقى رسول الله اللي قال الكلام ده هو نفسه كان يكسر من الزكر إزاي بقى نجمع مبيل الاثنين؟ إن حضرة النبي أرد فقط أنه يبين جلال مقام هذه الكلمات وليس أنه يقول تمسكوا بهذه الكلمات ولا تكسروا من التسبيح بالعكس ده الإكسر من التسبيح والإكسر من الزكر هو التطبيق العملي لقوله تعالى وذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلة يبقى إذن لابد من الجمع من بين الاثنين يبقى نجمع من بين الاثنين إذا دق عليك الوقت ومش قادر تسبح كل الوقت هذا التسبيح العظيم قلبك ما يوجعكش سبح بهذه الكلمات الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر العظيم ويحصل لك إن شاء الله السواب الكبير إن شاء الله يبقى جدا جماعنا من الاثنين